اشتركوا في القناة تصليان جمعا أولا المغرب ثم العشاء فبعد أن تنتهي من صلاة المغرب وتسلم تنهض وتقف معتدلا مستقيما كما ذكر سابقا مستعدا لبدء صلاة العشاء ثم تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر بعد تكبيرة الإحرام تسكت للحظة ثم تقرأ صورة الفاتحة جهرى أي تقرأ بصوتك الاعتيادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعد الفاتحة تسكت للحظة ثم تقرأ صورة التوحيد جهرا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو وضع الرقوع في وضع الرقوع يجب أن تنحني للوسط تقريبا وتضع الكفين على الرقبتين وتنظر إلى الأسفل أما ذكر الرقوع فهو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بعد الرقوع يجب أن تقف معتدلا مستقيمة للحظة ثم تنزل للسجود هذا هو وضع السجود في وضع السجود يجب أن تكون جميع المساجد السبعة على الأرض والمساجد السبعة هي الكفان الرقبتان ورأس إبهامي قدميك ولا بأس أن تضع بقية أصابع القدمين والجبهة ولكن الجبهة يجب أن تكون على التربة لا يجوز رفع أي من المساجد السبع أثناء ذكر السجود أما ذكر السجود فهو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجدة الأولى تجلس الجلسة الأولى للحظة ثم تسجد السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجدة الثانية تجلس الجلسة الثانية للحظة وهنا تكون أنهيت الركعة الأولى ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثانية في بداية الركعة الثانية تعيد ما فعلته في الركعة الأولى مبتدئا بقراءة صورة الفاتحة جهرى إلى أن تصل للجلسة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد الجلوس الثاني في الركعة الثانية تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد وهنا تكون أنهيت الركعة الثانية ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثالثة في بداية الركعة الثالثة بدل الفاتحة والتوحيد تقرأ التسبيحات الأربعة بإخفات مرة واحدة والإخفات هو أن تقرأ بالهمس كما سنسمع بعد قليل أما التسبيحة فهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده وهنا تكون أنهيت الركعة الثالثة ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الرابعة في بداية الركعة الرابعة توعد ما فعلته في الركعة الثالثة مبتدئاً بقراءة التسبيحات الأربع بإخفات مرة واحدة إلى أن تصل للجلسة الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد الجلوس الثاني في الركعة الرابعة تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد بعد التشهد تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسليم دائماً يكون عند نهاية الصلاة وبهذا تكون أنهيت صلاة العشاء ملاحظة أذكار الركوع والسجود والتشهد والسلام تستطيع قراءتها إما جهراً أو إخفاتاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة